في الأثناء قال وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عثمان عبدالجليل إن أكثر من مائة عنصر طبي فقدوا جراء كارثة الأعصار في مدينة درنة وضواحيها وأضاف عبدالجليل أن الوزارة ستحفظ للذين قضوا في الفيضانات مستحقاتهم وترقياتهم علي أن أطمن الجميع أن الوزارة لن تنسى منتسبيها الذين ضحوا بحياتهم من أجل إنقاذ أرواح الناس والذين قدموا حياتهم مثالا صادقا لمهنة الطب وصدقوا ما عاهد الله عليه من أجل وطنهم وأهلهم ومواطنيهم والجود بالنفس أقصى غاية الجود عدد الذين فقدناهم جراء هذه الكارثة للأسف الشديد كانوا 101 من العناصر الطبية والطبية المساعدة والتسييرية